انت يا معلم بالاكتا منشور بتذاكر وشهر شهرين بتراجع وجيه ليلة الامتحان في ليلة برضو تراجع وتحاول تحفظ كل كلمة وكل حرف عشان دي سنة يا عمي تيجي تنام بقى ليلة الامتحان لو عرفت تنام يعني تصحى تروح على الامتحان ماسك برضو ملخصات وقعد تراجع وخلاص انت داخل تتقف في الامتحان ده تستلم ورائة الامتحان انا حمار هوب انت ناسي كل حاجة حرفية هنكت مش عارف تكتب اي كلمة كده انت تحت تأثير الضغط وطاقت ازاي دي ممكن حاجة تأثر عليك في الامتحان وازاي تعالجها ده اللي هنتكلم عنه من الارضة يلا نبدأ الضغط القليل ممكن يقعامل محافز ليك لكن لو عليك ضغط كبير جدا ده هيكون عقبة من جبالك لان ده هيعطر حاجات كتير منها تكوين الذكريات ومنها برضو استرجاحها ممكن الضغط يأصل على كيفية تكوين الذكريات لما تكون الاشخاص تحت الضغط بقى في صعوبة في انشاء ذكريات قصيرة المدى وتحويل الذكريات دي لذكريات طويلة المدى يعني من الاخر لو انت في لطة الامتحان في حاجة مذكرتاش وكنت متوتر ومضوض فانت مش هتعرف تخزن اي معلومة جديدة من الاخر لانها هتتخزن عن مدى القصير وتاني يوم هتنساه كمان لو انت تحت الضغط هتواجه صعوبة في تذكر تفاصيل الحاجة دي يعني ايه؟ يعني انت مثلا ممكن يجاك سؤال طولا لسا جالي السؤال ده مبارح وحليته ومذكره بس تيجي تسأل لاشاك ايه بقى الاجابة؟ انت متعرفش طب احنا محتاجين نفهم ازاي بتشتغل الزكريات الزكريات بتتيح لنا معالجة الزكريات وحفظ المعلومات والخبرات نقدر نسترجاعها في اي وقت احنا عايزين وعندنا نوعين من الزكريات زكريات طويلة المدى وزكريات قصيرة المدى المعلومات بتمر على زكرياتنا كثيرة المدى الاول بعد كده بيتم معالجتها وتخزينها في زكرياتنا طويلة المدى ازاي ده بيحصل؟ ممكن نعتبر ان الثالث مراحل اللي بتشتغل بها الزكريات بالطريقة دي يعني المرحلة اولة اكيدك بتسمع اغنية المرحلة الثانية الاغنية عجبتك وحبيت تحميلها المرحلة الثالثة ترجع تسمع العنية اللي انت حملتها في اي وقت بعد كده هي دي الزكريات المعين وإعدادها عشان تبقى ذكر زي مثلا حد بيقولك على رقم تليفوني طيب اي مرحلة هي تثبيت المعلومات المعلومات دي طبعا بتثبت في زكرياتنا طويلة المدى مثلا بتقعد تكرر الرقم في رأسك او اي تريقة بتحفز بها الحاجة وعون بيلزع في دماغك كده بقى الزكريات دي بقت في زكرياتنا طويلة المدى نيجي الاخر مرحلة هي استرجاع المعلومات المخزنة في زكرياتنا طويلة المدى لما نحتاجها في اي مرحلة من المراحل دي ممكن الضغط او التغطر يأثر عليها دلوقتي هيديك مثال على حاجة انت دلوقتي صاحبك داك رقم ترفوه وقالك روح تتصل بالرقم ده من عالكوشك اللي في اول الشارع فانت لو معاك شارع او اي حاجة تسجل اللي الرقم عليها فاسع الحاجة هتعملها انك تفضل تكرر الرقم في دماغك عشان ما تنسهوك والموضوع هيمشي معاك عادي وهتروح تتصل وستك الرقم عادي جده لكن لو رجعنا للموقف ده تاني بس المرة دي حصل حاجة مختلفة زي وانت ماشي بالطريق وقعد تكرر الرقم هوب قبلت تصواره صحبتك وبدأت تسلم عليك وبتاع خلاص سلمتها معاك يا فاكر الرقم لا طبعا اكيد مش فاكر لان حصل تشطط والضغط والتغطر عامل زي صارة بالظلط فتبقى رايح مذاكر كل حاجة تمام تتوتر هوب تنسى كل حاجة طب انا رغيت كتير انا عارف بس كان دروح يتفعل بلوقتي بقى جيه المهمة ازاي بقى تقدر تجفادة التوتر والضغط او على الاقل تعمل معاك بشكل عخص اول حاجة كده انت رايزم تنام كويس الثاني حاجة اعرف ان ما انا حصل دي مش نهاية المطاف وتوترك ده مش هيفيدك بحاجة بالعكس هيبوضلك الدنيا ثالت حاجة افرض خلاص انت دروحتي في الامتحان وتوترت في شوية حاجات ممكن تهديك شوية وتخليك تركز اولهم انك تزبط نفسك يعني ستنفس بالراحة شوية زفير وتخيل ان انت خلصت الامتحان ده وقفلته ادل ان نفسك تاخد ايجابية ايه ممكن تحرك عينك من يمين للشمال صدقني انا عارف الحاجات دي تسبقا متخلفة وهتخلي شكلك متخلف بس يعني احسن منك تسقط اعملها بس انت وان شاء الله هتساعدك وبس كده عبنا معك معلم وكده نكون خلصنا الفيديو النهاردة لو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وشير عشان يوصل لاقبل عدم ممكن من الناس اشوفك بالفيديو الجاي سلام